إذن في ميزان، في حساب، في صحائف، في مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى تقول هذا الأمر كله يجعلنا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ننظر ماذا فعلنا، ماذا جنينا، وماذا قلنا، وإلى أين ذهبنا لو فعلنا ذلك أقل شيء سنجد أن علينا أن نتوبة وأن نستغفر كسيرا أقل شيء سنجد أننا محتاجين إلى كسر الدعاء واستغفار وتوبة وسأل الله أقل شيء يجعلنا إحنا ياما ياه ده رمضان ساعة ما كنا في الدنيا صيف كنا عندي نواقص كتيرة جدا آه إيه النواقص اللي عملتها دي؟ تب جات الشتاء والدنيا بردا تب مقصوم شوية نوافل كتيرة في الشتاء تتمم النواقص في الصيام ياه دي إحنا زمان وإحنا شباب أي نعم كنا بلغنا وتكتب عنا الحسنات وتكتب علينا السيئات دي إحنا كنا نخش الجامع نضحك وإحنا بنصلي ونلعب وإحنا بنصلي وكنت أياما أرصت الوادي اللي جنبي وإحنا في الصلاة وإحنا الشباب صغيرين كده في عداده وابتهاء وإياما كنا وإحنا في الصلاة نسرح وكل شيء نفتكر وإحنا في الصلاة تبدا النبي قال أول ما يسأل عنه ابن آدم من صلاته من أعماله الصلاة فإن كانت كاملة النقص قبلت وإن كانت نقصة ها قيلة لعبدي من النوافل شيء تمت يلا لما حاسب نفسي وأنا بلغت تلاتين أربعين خمسين ستين سنة أنا أصلي نوافل كثيرة عشان أسدد الخصارة اللي أنا كنت بعملها زبان بدل ما روح بصروات نقصة تأتي النوافل تكمل صلاتي أهو ده بقى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يا أبوي الله يرحمه كان غالي علي جدا وأكرمني كتير ويا ما أنا كنت بعصيه وكان ينادي علي ما ردش عليه ويقوله روح اعمل حاجة فلانية أرجع كده بقوله ما رحت ما لأتوش وأنا لا رحت ولا جيت يا ما كل المصيب دي تم واكد أنت زعلت أبوك ويوم القيامة كله هكشف تم أنا معي مال ما أتصدق على روح أبويا يمكن هذه الصدقات لما يجدها في ميزان حسناته يسمحني محاسبة النفس هتؤدي بك إلى الإحساس بأنك عبد عظيم وهذا أجر وتؤدي بك إلى معرفة أن ربك قادر وهذا أجر وتؤدي بك إلى معرفة أنك تريد أن تلجأ إليه وهذا أجر وتؤدي بك إلى المغفرة والتوبة وهذا أجر وتؤدي بك إلى تصحيح المصار الذي تفعل به وهذا أجر وتؤدي بك إلى معرفة أن لله عليك حقوق ضاعة وللخلق عليك حقوق أهملتها أو أخطأت في حقهم فتسعى لتصحيح ذلك وهذا كل أجر كبير إذا محاسبة نفسك أنت الوحيد المستفيد منها ترجمة نانسي قنقر